اذا اعود لكم مشاهدينا ونقول صباحكم الله بالخير مرة ثانية وفي هذه الفقرة بنتكلم عن نظام لازم الكل يعرفه ولازم الكل يكون عنده فكرة عنه وهو النظام شاهين لترجمة المحاسبة وليطوره معهد قطر لبحوث الحاسبة بجامعة حمد بن خليفة ولي يعتبر إنجاز بارز وذلك لقدراته على ترجمة أكثر من مليار كلمة باللغتين العربية والإنجليزية نتكلم إن شاء الله أكثر عن نظام شاهين ويسعد أن يكون معنا المهندس أحمد عبد العالي مهندس سوفتوير أول من معهد قطر لبحوث الحاسبة صباحك الله بالخير مهندس أحمد صباح خير ياكم الله يعني مبدئيا لو نفهم مشاهدين على موضوع شاهين لأترجمة كم سنة صار معاكم في المعهد نعم بالنسبة لهذا النظام هو أحد مخرجات البرامج المطورة داخل معهد قطر لبحوث الحاسبة مجموعة تغنيات لغة العربية يعني معهد قطر لبحوث الحاسبة هو معهد بحثي داخل جامعة حمد بن خليفة وعننا مجموعات بحثية تتكفل بمواضيع مختلفة من مواضيع البحوث ومجموعتنا اللي هي مجموعة تقنيات لغة العربية يعني مستمى بكل ما يتعلق بحوسبة لغة العربية بما فيها التحليل الآلي المحركات للبحث الترجمة الآلية التحليل الصرفي إلى آخره وأحد هذه المخرجات كانت نظام شاهين للترجمة الآلية بحيث يساعد الترجمة من وإلى اللغة العربية من عدة لغات وبدأ العمل في هذا النظام تقريبا منذ أربعة أو خمس سنوات والحمد لله وصلنا إلى درجة أن هذا النظام يعني وصل إلى ترجمة مليار كلمة يعني هو موجود على النات والناس مؤتاح للناس لاستخدامه نعم ما الذي يميز مهندس أحمد ما الذي يميز هذه الآلية نظام شاهين الحوسبة عن غيرها من الأنظمة نعم بالنسبة لشيء الذي يميز هذا النظام هو أول شيء يعني التقنيات المستخدمة فيه يعني التقنيات يعني بنيت على معرفتنا للغة العربية أول شيء يعني وكذلك حاولنا أن ندخل بعض المعلومات التي غير متاحة لممكن أماكن أخرى أو لناس آخرين مثلا جوجل أو ماكروسوفت أو لشركات ثانية مثلا في أحد مميزات نظامها أنه يستطيع ترجمت حتى بعض الكلمات التي هي كما نقول باللهجات أو دايل أكتل أنه كذلك أنه تطورناه بحيث أنه يلبي احتياجات مثلا الأشياء التعليمية أنه مثلا نترجم المحتوى التعليمي بطريقة أحسن جميل نعم بالنسبة للغات يعني هل الموضوع مختصر على العربية والإنجليزية أو ممكن في لغات أخرى أو خطط للغات أخرى نعم هو يعني البداية أو النظرة كانت هي بالنسبة للأشياء الأساسيين أول شيء هو البيانات الموجودة أو المتاحة لبناء هذا النظام لأنه هذا النظام يستخدم ذكاء إصناعي ويستخدم كذلك الإحصاءات وبالتالي نحتاج إلى عدد كبير من النصوص الموجودة بطريقة آلية والتي تكون متوازية مترجمة وبالتالي الشيء المتاح بسهولة هو مثلا الإنجليزية ولكن برغم ذلك طورنا كذلك بالإضافة إلى من الترجمة وإلى العربية كذلك لدينا الترجمة إلى الإسبانية لأنه هذه النصوص متاحة نعم لاحظنا في الفيديو المرفق مع حوارك أن هناك أطفال يستخدمون هذا النظام فما ماذا انتشار استخدام نظام شاهين للحوسبة؟ هل هو فعلا شفتوا أنه هناك نتيجة مثمرة من خلال استخدام الأطفال له؟ بالنسبة للإستخدام على الأقل الإحصائيات الموجودة عندنا من داخل السيرفر نرى من المستخدمين أو الأماكن المستخدمة فيها في أكثر من 47 دولة يعني يستخدم فيها النظام بما فيها كثير من دول أوروبا آسيا، الصين، هذا الشرق آسيا، أمريكا، كندا إلى آخر يعني فيه دول كثيرة نرى أنه فيه مستخدمين يستخدموا البرنامج يعني بالنسبة لكذلك المعهد ينظم دورات للأطفال ويعني من ناحية خدمات المجتمع بحيث يسوي أوتريتش لكثير من المدارس إلى آخر في طلبة يجوا يتعلموا مثلاً عن الذكاء يسمعوا كثيراً عن ذكاء الإصطناعي ولكن يعني نحاول المعهد يعطيهم فكرة يعني سهلة أو على قليل سواجر نعم جميل يعني لكن اليوم هل أنتو وصلتوا للانتشار اللي أنتو تطمحون له بالنسبة لإستخدام نظام شاهين في دولة قطر سواء بتعاونكم مثلاً مع وزارة التعليم أو حتى عاملت الشعب يعني يكونوا واقعيين الشخص لما يترجم لأي شغلة يكون اليوم الخيار الأول بالنسبة له هو نظام شاهين نعم هل أنتو وصلتوا للانتشار اللي أنتو تطمحون له منقوش نوصلنا ولكن نطمح إن شاء الله أنه يعني النظام هو مفتوح الآن يعني ممكن أي واحد يصله عن طريق النت على موقعنا اللي هو mt.ksira.org ونثمنى أنه يعني يكون عنده استخدام أكثر كما قلت أنه أنه موجود في أكثر من استرعين دولة يعني ووصلنا إلى هذا العدد من الكلمات المترجمة فيه وبالتالي يعني كان في قبول أو في تجربة من الناس لحيث أنهم استطاعوا أنه يستخدموه وبالتالي نطمح إن شاء الله كذلك أنه هنا في الدولة أنه الكثير من مؤسسات وكثير من الهيئات تستخدموا كذلك لأنه الترجمة الآلية الحين شيء أكثر من ضروري أكيد بعد لو يوجدونا طبعا على بليكيشن الأب بيكون جدا أيضا جميل ما بدأ يعني استهدافكم للتوسع في هذا المشروع استكمال فيه هل في خطط مستقبلي الاستكمال في هذا المشروع التوسع فيه نعم نعم في المستوى القريب على الأقل نطمح إلى إلى لأنه الترجمة يعني ما يمكنش أنه يكون لك برنامج يعني يترجم أي شيء وبالتالي أغلب الأحيان نستطيع مثلا ننتج يعني برنامج خاص بترجمة مثلا على المجال مثلا الطبي أو المجال تعليمي أو المجال مثلا القضاء أو التجاري بحيث أنه نخلي المستقدم يكون عنده دقة أكثر في المجال الذي يبحث عنه هذه أحد النتائج أحد الأشياء التي نطمح إليها في المستوى القريب في المستوى البعيد نطمح إن شاء الله أنه يكون ممكن هو المترجم الرسمي لهنا في دول قطر أو في جميع الدول العربية إن شاء الله بذن الله مهندس أحمد يعني أنا بصراحة إذا تسمح لي أنا أدعو جميع الوزارات والهيئة الحكومية وحتى الشركات الكبرى أنهم يتعاونون مع معهد قطر لبحث الحاو سببه خصوص نظام شاهد وأنه يكون هو الخيار الأول للترجمة في الوزارات وغيره وإن شاء الله أنهم كذلك رح يكونون متعاونين معاكم من الجانب الآخر وأذا ممكن تصحح لي أن أنتم بتكونون بابن الله جاهزين بالنسبة لأي تعاون ممكن يصير معاكم بالطبع هنا يساعدنا إن شاء الله والله يترفنا نحن نقدر نسوي خدمات لجميع الأهيئات الحكومية في البلد شرعه وأنتس أحمد شنالك الكلمة الأخيرة لليوم توجهها للمجتمع خاصة أنتم قاعدين تنتجون العديد في معهد قطر لبحث الحوسبة لا الشيء هو الاستثمار في في البحوث هو يعني استثمار ممكن يعني النتائج التعامل مظهرش يعني في الحين ولكن مستقبلي إن شاء الله يكون عايد خير على على البلد إن شاء الله وعلى الأمة وعلى جميع البشرية إن شاء الله إن شاء الله اللهم معاملين المهندس أحمد عبد العالي مهندس سوفت وير أول من معهد قطر اللي بيأخذ الحوسبة يعطيكم ألف عافية على جفوتكم اللي دعا تبدلونها شكرا شكرا جزيلا